اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتجوزوا خلفوا الحياة كلها تلاهي ومشاكل ولحظات حلوة ولحظات وحشة ولحظات فرح وأمل وأحلام بتتحقق ولحظات انكسرات وحزن وهم الحياة كلها مش بتمشي على وطيرة واحدة طيب الحياة وقفت على كده حصل بإنا مشاكل مش قادر أكمل زهو مش قادر يكمل انا ما بقتش حاسة ان انا قادرة قدي في العلاقة دي انا ما بقتش حباة زي الاول لا دا عمل تصرفات خليتني كرهاني هاي ايا كانت الاسباب اللي وصلتنا للانفصال احنا وصلنا لنقطة النهاية احنا النهاردة كده في نقطة النهاية النهاية دي هكون ايه هل النهاية دي هراعي فيها العشرة والذكريات الحلوة والعيش والملح ونحط عشرين خط تحت العشرة العشرة الايام والليالي والسنين والتضحيات والفرح والكل حاجة حلوة عشناها هل بتبقى قصاد عيني وانا بسيب وبنهل علاقة الكلام النهاردة مش للرجالة بس والله للستات وللرجالة لكن انا بشوف ان الست لما بتاخد قرار الطلاق بتكون فكرت فيه ستة الاف مرة عمرها ما بتجرؤ على قرار زي ده غير لما تكون فكرت من جميع النواحي ليهل ونهار ليهل ونهار بتشتغل بتفكر بتاكل بتفكر بتأكل عيال بتفكر بتعمل طول النهار بتفكر في القرار الكبير قوي ده انا بلايه ساعات رجالة بيبقوا القرار ده بالنسبة لهم سهل ساعات بياخدوا القرار ده في لحظة عند في لحظة تحدي في لحظة كبر ايه ده انت مش عايزاني يلا بالسلامة ولا انا كمان عايزك ما بيفكرش هو عمل ايه عشان توصل للنهاية دي برضو ده مش موضوعنا النهاردة انا هتكلم على النهايات ازاي تبقى بأخلاق حلوة هي النهايات يا ايمان فيها أخلاق اه والله فيها أخلاق النهايات لازم تبقى بأخلاق انتوا عارفين القصة برضو المشكلة في ايه المشكلة ان ستة اول ما بتتكلم في حقوقها بتبقى ليلة الأصل ايه رأيكم بقى يعني بتفضل الست سكتة سكتة واحنا مش هنقدر نكمل طب انت هتتعدل لا مش هتتعدل طب انا هتكلمتك في المشكلة دي عشرين مرة وانت برضو نفس الحكاية بتتصرف على نفس التصرفات الست بتفضل تنبه بتدي انظار كده قبل الانفصال عايز اقول لكم بكتير قوي سنة سنتين ما تعدوش بتفضل طول الوقت تنبهوا انا همشي انا همشي انت مصمم ومصر ان انت تزعلني مصر ان انت تهني قدام اهلك مصر ان انت تكسر شخصيتي وتصغرني قدام صحابي بتفضل تحكي 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 ان هي ماشي طب قررت خلاص الماشي انت مش عايز تتغير وانا ماشي انا هاجي على قلبي وعلى كرمتي وعلى كل حاجة وماشي المشكلة بقى هنا بجد المشكلة الكبرى بتفضل الست دي او الله دي قصيلة والله دي استحملتني والله دي شلت كتير معايا والله دي عملت وعملت لا 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 دي امر اول ما تقوله انا عايزة النفقة عايزة حقوقي عايزة الفلوس مثلا انا ساعدتك بي ان انت تعمل المشروع حقوقي عموما كست اول ما بنتكلم في الحقوق اول ما بنتقل بتبقي ست مش قصيلة ايه ده ايه ده انت بتعيرين ان انت ساعدتيني ايه ده ايه ده ايه ده هو انت عشان اديتيني ما عرفش ايه طب ما انت اديتيني بمزاجك وهب العند والكبر واستنكار المعروف فيه الحتة دي مهمة قوي يعني انا عشت معاك بميرضي الله وعملت معاك معروف كبير قوي في حاجات كتير استنكار المعروف ده اللي هو فجأة الستة تحس انها ما عميتش حاجة خالص فبلاقي بقى التلقيح والخناقات والمحاكم والسوشال ميديا بقى تشتغل انت قليل الاصلة انت اللي ما قدرتيش لأ انت معرفش ايه عارفين ليه عشان ايه ما بنعودش قاعدة حلوة وندي حقوق بعض ندي حقوق بعض عارفين لو الراجل جيه في الانفصال انت حقوق ايه طبعا ده انت ده انت يا ما شلتيني ده انت عملتي معايا حاجات حلوة كتير قوي ده في بيننا عش وملح ستات ما بتسمعش الكلمة دي خالص في الانفصال هو بتسمع ان انت نيكادية وانت بتغيري وانت بترقبيني وانت بتعملي وانت بتعملي وانت السبب ان انا خونك وانت السبب ان انا اعمل كده وكل هي بتطلع كل حاجة كل حاجة فيها وحشة ما بتسمعش مثلا لا انت كتر خيرك ودي حقوقك ولازم تاخدية من هنا بقى من هنا هل الست لما بتطلب بحقوقها او بتكلم في عيوب العيوب اللي خلتني ان انا اطلق او انفصل ما بتاخدش حقوقها وهب فجأة تبقى ليلة الأصل وبتنكر الجميل ودنكر كل حاجة ولا لو الراجل قد حقوق الست وكرمها وقدرها وقال لها قد إيه الحلو لإيه عملته ما نلاقيش ألفاظ ولا أخناء ولا كل المشاكل بنشوفها في النهايات النهايات الحلوة أو النهايات الوحشة depend على الراجل ولا الست من وجهة نظار كنتوا طبعا والنهار دا هنتكلم في الموضوع ده ونعرف إيه السبب اللي بيخلينا نسب في بعض ونقطع في بعض ونتخاني قدام الناس في المحاكم إيه السبب إن إحنا بنوصل لنهايات غير أخلاقية بالمر النهاردة في الستوديو هينوارني ضيفي اللي هيكون معايا في الستوديو الدكتور حسام صالح استشاري العلاقات الأسرية بس قبل ما نروح لضيفي هيكون معايا من خلال التليفون الكاتبة والسيناريست يسر طاهر مؤلفة طبعا مسلسل كامل العدد مسلسل كامل العدد ده اللي أنا ما فوتش حلقة فيه مسلسل رائع 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 جسدت فيه يسر اللي هو الست اللي بتشتغل اللي مطحونة الراجل الحب والحالات الحلوة فجأة بيتخنقوا ويبعدوا عن بعض فجأة بيقربوا يعني مسلسل بصراحة يعني إحنا كلمنا فيه برضو في حلقة قبل كده يسر أنا الأول مسلسل فل عليكي ومبروك على نجاح المسلسل جزء الأول مسلسل نور أنا أستاذة يمين إزاي حضرتك؟ الجزء الأول والجزء الثاني صحوا جزئين؟ الجزء الثاني مسلسل رائع وأنا قلت والله وأنا بتفرج عليه أكيد ست اللي كبك كلام ده لأن أنت مجسدة قد إيه ست بتشوف البدع في حياتها من حامتها ومن مامتها ومن إخوتها ولما بتتطلق ولما بيبقى معها عيال من جزء الأولين ولما بتتجوز تاني وممكن جزء تاني زي ما شفنا كيف المسلسل يبقى معها عيال برضو يعني الصراعات اللي بتقابلنا كلنا في الحياة عموما يعني وإحنا في الحياة نين ستات يعني هو ده لكالفين المسلسل ده أنا ومعي رانا بوريش برضو فهو مش ست واحدة بالحياة هو ما ستتين عشان كده فيه تقلق جامد في التفاصيل التفاصيل الصغيرة اللي جور المسلسل طب إحنا نهار ده بنتكلم على النهايات أخلاق النهايات أخلاق يعني أنا شايفة حاجة أنت شايفة حاجة تانية أنا شايفة أن الست لو تبطبط عليها ممكن ما تطلاش أصلا حتى لو هي شايفة جحيم في حياة لكن عموما أنا شايفة أن الست لما بتبتدي تطفح تنفجر وتبتدي تكتب بقى حسب يا الله ونحمل لوكله وبوستات وانت أزدتي عشان حاست أن الداس عليها وما خدتش حقوقها بل بالعكس كل الحلو اللي عملته راح ولا شايفة أن الزنب من الراجل ولا من الست يعني النهايات لي دايما مفاش أخلاق إيه سببها يعني في العادي أن اللحظات الإنفطال دي فيها لحظات غضب فطعب جدا أنه في وقت الغضب يبقى الناس متحكمة مثلا في ردود أفعالها أن هم يبقوا محافظين على الزوء على حاجات كتيرة قوي في اللحظة بتاعت النهايات يعني حتى في المسلسل اللي احنا عندنا في الجزء الأول احنا شايفين دايما حتى كل الناس بتتكلم عن أنه العلاقة كويسة ما بين البطلة اللي هي دينا وطلقها وجزءها الجديد وجزءها القديم من الاتنين أصحاب مع بعض بس هم مش فاكرين أن في أول الحلقات خالص احنا ما شفنا همش في الأول هو بيتطلقوا بس احنا شايفين ما بينهم أنه فيه خناء وأنهما ما بيتكلموش مع بعض وأنه العلاقة بينهم كانت متوترة جدا لحد لما هي اتجوزت وحصل بقى فيه علاقة ما بين أحمد اللي هو أستاذ شريف سلامة ومصطفى درويشة الله يرحمه اللي هو شخصية عمر ساعتها دول دول هم ده العلاقة بينهم هي ابتدت تحسن العلاقة فعليا ما بين عمر وليلة اللي هم كانوا متطلقين يعني علاقتهم كانت سيئة جدا في الأول هكادش حتى عايزة تقوله أن هي هتجوز وباباها عمالي والزني بنتي لازم تقوليله ولما عارف قال لها طب أنا هاخد الولاد يعني حصل كل الحاجات اللي هي اللي في العادي بتحصل اللي مش عادي هو أن العلاقات تبقى كويسة جدا ما بين اتنين خلاص ما حصلش بينهم نصيب ده الأقل يعني مش مستحيل موجود بس ده الأقل بس الحلو في الموضوع أنه احنا شفنا أنه لما الناس شافت الموضوع ده كله شافت النموذج ده وقال ليه الله طب ما هو ينفع طب ما هو حلو طب ما هو ليه لأ ايوة أنت ديته نموذج محترم يعني أنا ليه أنا ليه لما اطلق لازم يبقى فيه عداوة ما بيني وما بين طاليقي وخصوصا كمال لما يكون فيه ولاد بس أنا شايفة يا أسر أن القصة دايما بتيجي من عند الراجل يعني عارفة لو الراجل اتجوز ومبسوط في جوازته والست يعني ما اتجوزتش قابليه بيبقى كويس قوي وبيسأل ودي فلوس ويسأل على عياله لكن لو الست ثابته وتجوزت بتبقى حرب حرب أهلية اللي هو أنت زي سبتيني وزي جوزت طب أنا هزلك طب أنا هكسر مراخيرك طب أنا مش هصرف على العيال طب أنا طب أنا طب أنا طب أنا كل ده عشان يتحسسه إن هو موجود وليه إيمة طب ما هو كمل بداية يعني أنا دايما بحس إن القهر يعني الراجل لما يحب يقهر الست بيقرأ بالمصاريف وبالعيال وفي الآخر بتبقى حرب يعني وخصوصا بقى وخصوصا لما فيه بينهم حواليهم ولاد الحلال ولاد الحلال اللي ما أكسرهم بقى اللي هو هي بتعاملت كده ليه هي كانت تطول أهله بقى أهلها صحابهم يعني ناس كتير أو بتدخل في القصة صح وهو ده سهل يعني زي ما حادتك بتقولي كده إنه العادي إن ده يحصل العادي إنه إن الناس تزود إن خلاص إحنا طب تعالي لما وريلك أو تعالي لما وريلك علشان تندم عشان تعم بس كل المشاعر السلبية دي وكل الرغبة في الانتقام والرغبة إن حد يدايق الطرف التاني أو إنه يزعله أو إنه يحاربوا بعض بالولاد كل ده مش مفيد يعني مش حقيقي الناس لازم تطلع بره الموضوع كده وتتفرج عليه وتشوف هو أنا كده في الحقيقة بعقد مين يعني أنا في الحقيقة أنا بعقد ولادي يعني لو أنا فيه واحدة لو واحد بينه وبين مراته خلاص ما بقاش فيه نصيب فهم خلاص تابوا بعض فهو لما يدايقها بالولاد هو بيدايق ولاده هتدايق شوية وهتنسى بس الولاد هيفضلوا فاكرين وهي نفس الحكاية هي لو بتغلس أو بتصعب علي إنه هو يشوفهم أو بتطلب منه طلبات زيادة أو بتحاول برضو بتأزعي لأنه هو بيكون من الترفيين هو في الأخير برضو بتأزعي الولاد اللي بيتأزو وفي الحقيقة في الحقيقة إن الطيب أحسن الطيب أحسن عمدت في كل حاجة بسي أنا إن شاء الله يبقى لينا حلقة وتبي معاي في الستوديو للموضوع ده كبير وحايزين نرغي فيه أكتر وأكتر مشكرك جدا للكاتبة وسيناريستي يسري طاهر نورتيني يا حبيبي دقلبي شكرا لك دلوقتي مشاهدين نروح لزوم مع الكاتب أحمد متحد سليم عشان يقولينا رأيه برضو في موضوع حلقتنا إن نهايات أخلاق أهلا بيك يا أستاذ أحمد أستاذ أيامان إزاي أخباري إزاي حضرتك أخبارك إيه؟ أهلا بيكي بكل طبعا أنا أعمل أخبط فيكم من الصبح ما عرفش إن أنا هيبقى زوم معايا راجل يعني لو قلت بقى لو يصرف أخدير راحتنا والرجال السبب دايما كلامك الحقيقة بيعبر عن وجهتين النظر يعني دايما كلامك الحقيقة يعني يبقى يبقى أنه هو في صف المرأة وكان لكون لكن بالعكس أنا دايما بشوف أنه هو حيادي طب الحمد لله ودايما بتبصر مشكلة الحقيقة مش للأشخاص أو مش للجنس أو الله أنا بروح للمشكلة الطرفين مع بعض يعني أنا عايزة الحياة حلوة مش عايزة الاتنين يأكلوا في بعض ومش عايزة مشاكل ومش عايزين طلاق ومش عايزين انفصال لكن عموما النهايات أخلاق من اللي بيخلل النهايات أخلاق الست ولا الراجل مين اللي بيعمل المشاكل خلينا نتحدث بالمنطق هو طبعا المفرود للطرفين مسؤولين بشكل متساوي ولكن بصفة أكبر الراجل طبعا يعني الراجل يقدر يهدي الموضوع. الرجل يقدر يوصل بالعلاقة لبر الأمان. سواء كانت العلاقة دي جواز مكملين فيه أو كانت انفصال. ولكن أنا عايز بس ما عليش قاقف. يعني سنيتين قبل النقطة اللي احنا قفين فيها اللي هي نقطة الطلاق. احنا فيه نقطة الطلاق. لكن هي قابلها فيه سنين كتير جدا. هي اللي هتخلينا نوصل إن النهاية دي تكون أخلاق. احنا عندنا في المدرسة بيجي القب يسأل أنا فلان زميل يضربني. اتصرف معه ازاي? هتلاقي بقى كمية اجتهدات كتير جدا. روح اضرابه. خد حقك. خد حقك. اللي بابا يقوله روح المدرسة يشتكي ويعمل مشكلة. فاحنا معندناش أصلا نصق واضح للتعامل مع المشكلة. أصلا. فاحنا لازم نبدأ من زمان جدا. من المدرسة. لازم يكون عندنا مناهج. ودلوقتي على فكرة يعني وزارة الترابيوية تعلينا. بدأ تتعامل مع الأطفال من ناحية القيم. من ناحية الأخلاق. من ناحية الترابيوية. ولكن أنا أتمنى أنه يزيد على هذا الموضوع نقطة مهمة جدا. وهي التعامل مع الآخر. إدارة الغضب. إدارة الغضب. زي ما بقى عندنا كده. زي ما بقى عندنا دلوقتي في مصر. على حسب ما بيجيله الحالة يقول. حددتك سامعي. ما زي ما زاجها عابي يقول. يقول لأ. لازم يكون في منهج تربوي علمي مضبوط. يعلم الطفل من كيشي أو من أولى ابتدائي. إزاي أتعامل مع غضبي. إزاي أتعامل مع الآخر. الآخر ده زميلي. الآخر ده زميلي. الآخر ده زميلي مختلف عني في الدين. الآخر ده الضيخ اللي جايلي من بلد تانية. أنا عايزة أقول لأ حضرتك حاجة. هي حتة النشأة دي هو موضوع كبير. بس أنا عايزة دلوقتي أخدم حضرتك كلمة واحدة في حتة. دلوقتي إحنا بنكلم عن نهاية أخلاق. يعني إحنا خاصة في النهاية. إحنا في النهاية. تمام؟ يعني أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ كراجل. بمن حضرتك كراجل ومتخصص وفاهم. تقول إيه للرجالة. عشان تبقى حياتهم مريحة حتى بعد الانفصال. يعني ما تعملش إيه؟ عشان ما تبقاش النهايات مؤسفة. يعني كلامك للرجالة. معين النار. أول حاجة إن أنا أتعامل مع المرأة على إنها جنسة مختلفة عني. هي مش زي. هي مش راجل زي. هي مش بتذكر بنفس دماغي. وملهاش نفس عواطفي. وملهاش نفس مخاوفي. هي ليها حاجات تانية تماما. لازم أنا كراجل أكون متفاهم ده. أثناء الجواز وأثناء الطلاب. زي ما بنقول للست. إنك لازم تحترمي جوزك. وللازم تحتوي جوزك. لازم أقول للراجل خلي بالك إن مراتك في ساعة الغضب في ساعة طلب الطلاق. هي مش بتقول الكلام كله اللي تقصده. هي أحيانا بتقول كلام أكتر بكتير من اللي هي تقصده عشان تستفزة. لأن هي في حالة استفزاز. هي واحدة حياتها بتتضمر. هي أكيد حتقزي. هي عايزة تقزي. هي مش قادرة أنها تتعامل معها في طبق. فأنت لازم تكون واعل ده. هي يعني. والكلمة مثلا فيه كلمة شهيرة جدا جدا. لازم بتتقال. يعني وتقال في الأفلام وتقال في كل حياتة. لو راجل طلقني. لو راجل طلقني دي. دي مشكلة كبيرة قوي. ما أنا هتكلف. أنا مبعط الرجالة بتأخدها على محمل الجد إن هي تقصد. لو راجل طلقني. أيو أنا هتكلف دي في الحلقة بقى لسه. لكن أنا لو راجل طلقني دي. دي هي سبب الكوارس كلها. سبب المشاكل كلها اللي في حياتنا. لو راجل طلقني. بقى فاهم إنه لا. الست ما بتقصدش 90% من الكلام اللي بتقوله في الخناقة. أيو. وتسعين في المئة من الكلام اللي بتقوله في الطلق. وما تكسفوش إن أنتو تقعدوا مع حد أكبر منكم. بزا. ويفضل يكون مش من الأهل في المرحلة الأولى يعني. يا ريت. يفضل يكون مش من الأهل. دا لو قررتوا خلاص أنتو هتطلقوا. أو لو هتتصلح. لازم تقعدوا مع حد. لأنه ربما تكون في حلول قتامك وإنتو مش قاترين توصروا. صح جدا. بشكرك جدا يا فندم الكاتب أحمد متحد سليم نورتنا وإن شاء الله تبقى معنا في حلقات تانية. شكرا يا فندم. أنتو عارفين إن بالضبط زي ما بيقول كده قبل بقى نروح بقى نستقبل ضيفي. هنتكلم في الأهلة. يعني في أول مرحلة دي فهو قرار الطلاق دا ما يفعش خالص لأهلي ولا أهله. لأن هنا متضايقين وهنا متضايقين وفيه استفزاز هنا وفيه هنا ودي قالت لك إيه وهي الطول وهي ترجع وهي تطول. فالله هو لا لا لا. يعني أنا مبسوطة جدا أن مؤسسات الدولة كلها الدينية دلوقتي كلها قلبا وقالبا في ظهر أي زيجة. يعني عندهم مشاكل بيروح دار الإفتة. فيه كمان مركز مهم جدا واسمه لم الشمل. لم الشمل دا تابع لدار الإفتة والأزهر. يعني بيلموا شمل البيت المصري. اللي هو لو فيه مشكلة لأن بجد أحيانا العائلات بتبقى سبب الخراب كله. كلمة واحدة في القاعدة تقلب بمأزونة على طول. تصلوا لي يا ابني بالمأزونة طول. أنا عايزة أطلق الست دي بسبب أبوها. مهمة نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا ونستقبل ضيفي معانا في الستوديو. الدكتور حسام صالح. استشاري العلاقات الأسرية ونتكلم براحك. أهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية ورجعنا لموضوعنا والنهايات أخلاق. النهايات أخلاق أنا إزاي أخلي النهاية فيها أخلاق. والله أنا معاكم. أنا موافقة إن بعد الطلاق يبقى فيه أخلاق حلوة وفيه معاملة حلوة وإني شوف أولاده. أنا موافقة معترتش. بس إزاي يخليها النهايات أخلاق. يعني إزاي أقدر أوصل لو أنا خدت قرار الانفصال أو الطلاق إزاي أوصل للطرف التاني أنه يعملني كويس ويبقى حد كويس ومحترم. خليني راح أبديف الموجود معايا في الستوديو. الدكتور حسام صالح. استشاري العلاقات الأسرية دكتور حسام إزايك. أهلا وسهلا بكي. إنتو السبب. إحنا السبب ماشي. كلنا أي تعميم غلط. لا لا مش تعميم لأك. لو كلنا وكلكم وكده. بسي وقعني في الغلط إزاي في أول الحلقة. لا ما الدقيقة. أنا ضد التعميم نهائي. كده متفقين. كده متفقين من الأول. رجالة وحشة جدا فيه ستات وحشة جدا. وفيه ستات زي الأمر وفيه رجالة زي الفن. الزبط كده. ماشي خلاص. خليني في التعميم في الأول. خليني معا بعض. أوكي. النهايات أخلاق. أنا بشوف أن دي حاجة صعبة جدا. يعني من النوادر كده أنه هو يبقى فيه أخلاق بعد النهايات. طيب. وأنا ضد. أنا كأيمان مختار. ضد الراجل اللي يطلق مراته وبعدين يقولها إيه. خلينا صحاب وتعلي وعطي معايا مع صديقتي ولا مراتي الجديدة ولا خطبتي ولا. هو إيه؟ يعني أنا الراجل بقول خلينا صحاب وبأسأل أطمن عليكي. وخرجي براحتك وارتبتي وأنا ما عنديش مشكلة خالص لازم. ده أنا عايزك. ده أنا نفسي تتجاوز عشان شوفك مبسوطة. أنا بقول أن الراجل ده ما حبش. وما بيحبش. ويعني إيه أشوف مراتي اللي كانت على زمتي مع واحد تاني وخلينا صحاب. إزاي؟ ممكن ده يحصل إزاي؟ طيب. أول حاجة زي ما إحنا ضد المبلغة الناحية دي. إن إحنا نبالغ قوي وكأن ما حصلش حاجة. برضو غلط إن إحنا نبقى عداء. غلط إن إحنا نبقى خصوم. وإزاي النهاية تبقى إخلاق لو فكرنا في المستقبل وخاصة اللي فيه أولاد. لو فيه أولاد لو فكرنا في مستقبلهم حنبطل نعمل حرب. حنبطل نوجع بعض. حنبطل نقطع في بعض. حنبطل نتصارع مع بعض. ويبقى الحلول بس المشاكل والإجراءات والكلام ده. عشان إحنا ما سلمناش إن الموضوع أنت. ليه ما ناخدهاش بزاوية تانية. ناخدها بزاوية إن إحنا حاولنا نتفق مع بعض. قدرنا نتفق ونعيش مع بعض. أهلا وسهلا. ما قدرناش نتفق ونعيش مع بعض. خلينا بنحترم بعض. وخلي بإننا الأولاد. ونتعامل باحترام مش عشاني ومش عشانك. لأ عشان أولادنا يطلعوا بشكل سوي وسليم. لأن بنشوف أباء بيتخلوا تماما عن أبنائهم. ودي كرسة كبيرة جدا. وبيعقبهم وكأنهم أنت ولاد فلانا. هم ولادك حضرتك كمان. وبنلاقي المفاجأة بقى. والحاجة الصادمة اللي في الواقع دارتي. إن بعض الستات بدي أهلهم أو بعض الناس بتأثر عليهم. طب إنت بقى تجوزت أو كذا. طب هي كمان بتتخلى عن الأبناء خد بقى ولادك. وتتخلى عنهم. في الأول وفي الآخر دول مش ولاد. دول كمان ولادك. فهموا ولادي وولادك. فإحنا كمان إحنا الاثنين مسؤولين عنهم. فيه ناس بتنسى بتنسى بسرعة إن إحنا زعنين دلوقتي. فنسوا كل حاجة كويسة قبل كده. وبينسوا كمان إن هم عيدفعوا التمن قدام. لأن هم الولاد دول لو ما حدش رعاهم. ما حدش كلمهم. ما حدش فهمهم. ما حدش عارف مشاكلهم. ما حدش احتواهم. هيبقوا يعني خلاب الموقوطة في المستقبل. وهيندموا عليهم ويجي بقى يفتكر بعد ما انشغل أو اتشغلت أو انتقمهم بعض وزعيلوا بعض. إن يلاقوا بقى الولد ده دخل في سكة مش عارف إيه. أو مخدرات أو كذا. أو البنت دي دخلت في سكة خطأ أو كذا. أو نفسيتهم متأثرت. لأن كده كده هم مسؤولين منكم. وكده كده هتتوجهوا عليهم وتأثروا بهم. طمحنا بقى نراعي الموقف ده من دلوقتي. ونخلي تعاملنا بمنطق الاحترام. نحاول نصلح. نحاول ما ننقلش المشاكل. هو اللي بيوصلنا للنهايات السيئة دي. الإساءة. من الطرفين. مش لازم واحدنا منختلف نجرح في بعض. مش لازم نسيق له بعض. مش لازم الكلام الجارح. مش لازم الإساءة. مش لازم التشهير. مش لازم إن كمان بعد ما نفصلنا هو أو هي ينزل بوست. مش عارف أخيرا خلصته. أخيرا تخلصته. أخيرا مش عارف إيه. وحفلة الطلاق. وعسى أن تكره شان وخير لكم. ده أول جملة بتتحطها. لاتقول من أي راجل كأن السيد دي كانت مثلا عقرابة. هي الآية جميلة بس الاستخدام خاطئ. أنا بشوف بصراحة يعني في شريحة كبيرة أول من الرجالة. مش هقول كله. هقول في شريحة كبيرة جدا من الرجالة. هقول لكم نمازج. يعني هقول لنمازج كذا حالة. تمام. دلوقتي أنا جوزي خني. وأنا اكتشفت أنه خاين. وعدت مرة واثنين وثلاثة وعشرة. وفجأة هو ولا كأنه بيعمل حاجة وراجل أخلاقه مش تمام. فأنا طلبت الطلاق. باب أنا سيئة جدا. أنت كمان. يعني زي بتطلوب الطلاق. ما كل الستات جوازتها بيخنوها عادي. ده أول جملة بتسمحها الست من الراجل الخاين. ما كل الستات بتعدي. هو أنا مش بلف ألف واجي البيت بالليل. طب دي ست محترمة وكويسة وشيك وجميلة وأمورة. يعني كل حاجة فيها حالة. دي حالة. إن هي بتطلع بسبب الخيانة. فتطلع في الآخر الست مش أصيلة وما بتعبش تحافظ على بيتها. عشان هي ما قبلتش إن الجوزة يخنها عادي. تاني حالة. مش لازم البيت يبقى فيه عيال عشان تبقى نهاية أخلاق. يعني أنا بشوف فيه سب واشتيمة وبوستات على سوشال ميديا. وهم ما فيش بينهم عيال. ليه؟ لأن برضو الست ساعات فيه حالات كتير. الست بتقف في داره بتساعده. بتساعده في شغله. بتكبره. بتقف جنبه. وشوفنا حالات كتير من النجوم. الفترات اللي فاتت هنا وهنا كده مش عايزة أقول أسماء. وبتيجي الست بتبقى مقهورة. أصلا بحس بيها. الست دي بتبقى إيه؟ ضحت. وقفت جنبه. وقفت وراء. لغاية ما كبرته. بقى ليه اسمه. بقى معه فلوس. بقى مشهور. وحاجات كتيرة قوي. طب وفي الآخر يسيبها ويروح لحد تاني برضو. أول لو ما سبهاش انت ضحيتي وعملتي وخلاص. ويشوف نفسه عليها. فتبتدي هي تطلب الانفصال. أول ما بتقول أطلق يبقى انت اللي خسرتي وأنا مع الستين واحدة. ست ألاف واحدة تتمناني. يعني أنا أصد دايما بحس ان الست مالهاش علاقة بالانفصال. الانفصال بيبقى سبب الراجل. طب انت مدام انت السبب ويمكن عملت بلاوي في الست دي. ليه ما بيجيش تطبطب عليها؟ انت عارف الانفجار ده. الانفجار بتاع البوستات وحسب يا الله ونعمل وكيل. وقلة الأصل والندالة من كتر ما هي محدش بيسمعها. يعني محدش بيسمعها. ايه هي مجروحة من ايه؟ حد يطبطب عليها. الأهل بيجلدوها. مش احنا قلنا لك دلقة. مش احنا قلنا لك معرفش ايه. مش انت اللي روح تراميتي فيه وتجوزتي جوزة مش شبهك. جلد من كل النواحي. فبتلاقي في الآخر هي مقهورة من جوة بس. يعني فيه قهر داخلي. ولا ايه؟ أول حاجة احنا كآهل. انت متحيص دل رجال عموما. لا لا خالص. بس انا بقولك على حالات انا بشوفها كل يوم في البرامر. على الحالات دي. أول حاجة احنا كآهل نحتوي بنتنا. احنا كآهل نحتوي اختنا. احنا كآهل ندعمها او ندعم ابننا او بنتنا ايا كان الموقف. ندعمهم في الشكل الصحيح. ما نجيش عليهم. ما نكسرهمش. بس في نفس الوقت ما نحردهمش على الخراب يعني قبلها. خد يبالك هنا احيانا الشاب او الراجل او البنت بيقعوا في مشكلة ان دايما بيعيشوا مستمتعين سنة واثنين وثلاثة. ما بيحكوش. ايه. او بيحكوا مقتطفات بسيطة. لكن الزعلتين تلاتة اربعة خمسة بيروحوا يحكوهم بيزوم ان عالي جدا. صح. بتكبير وتهوير رايب جدا. فمين اللي بيشحن الاهل دول؟ احنا. طبع لما نيجي نتصالح الاهل قفلوا. صح. فما يجي يحصل زعل تاني. مستحيل ترجعي. ايه. مستحيل ترجع. ايه. وانت ازاي. فناخد بالنان احنا 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 اللي بنزرع الصورة السلبية للطرف الاخر عند الاخرين. وممكن الموضوع يكون اقل وينفع نحتويه. طب ما نفعشوا مش قادرين نحتويه ووصل لحاجات مش نفعه. نختم بشكل كويس. لسبب. اقول لك حاجة مهمة. لو في حد مش ردعوا الاطفال او عدم وجود الاطفال. انا هقول للاي حد بيختار لحد منفصل شوفوا كان بيتعامل ازاي مع الطرف التاني. الراجل اللي ماشي يسيق ده. والست اللي ماشي يسيق للطرف التاني ده. انتبه ما هو شوفوا بيتكلم ازاي عن زوجته الاولانية او عن زوجها الاولاني. شوفوا كان بيتعامل ازاي. ما هو منطق البساطة. انت هتبقى الطرف التاني ده. فلو انت طول الوقت متحامل على الاخر وبتسيق للاخر وبتأزي الاخر وكذا. وما حاولتش انك تصلح او تحافظ على العلاقة أو تختم بين النهايات بأخلاق ومحترمة وتراعي ربنا أن أنت عملت كل اللي عليك سواء واحد أو واحدة عملت كل اللي عليك أنك عشان تصلح بس ما نفعش مش عيب أبدا على فكرة أننا نتجوز أو نرتبط ونخطب أو كذا ومن نرتاحش مع بعض ده لعيف فيه ولا عيف فيها ممكن أنا أكون ممتاز جدا بس مش مرتاح مع الطبيعة دي ممكن تكون هي ممتازة جدا ومش مرتاح مع الطبيعة دي في 4 مليار هنا راجل و4 مليار 6 مش شرط أن الـ 4 مليار يتوافقه من الـ 4 مليار الثانين ولكن المحتاج حد واحد يتوافق معاه ويتقبل طبيعتي وأتقبل طبيعته وأتقبل طبيعته بعيوبها ومميزتها الاتنين زي بعض وبعيوبها قبل مميزات لأنه ما فيش حد كامل إيه اللي بيعمل الصدمات إيه اللي بيخلينا نصطدم ببعض إلا أنا بيعندي توقعات خيالية يأما من الشخص التاني رسم صورة خيالية أو أنا جوايا صورة خيالية أول ما بلاقي بعض العلامات بتخيل إن هو أو هي زي الصورة اللي في خيالي عايزها زي ممتو بالزبط مع سمان أنا دايما الشخص المؤذي هو اللي بيبقى الطيب في الرواية دايما الشخص المؤذي هو ركزه معايا اللي بيبقى طيب في الرواية ودايما اللي بيعدي عبعب ويطلع اللي جواه ويعيط وتصوت وتحكي وتشتم يعني كده تطلع اللي جواه دي اللي مأزية دي اللي هو جي عليها عشان كده بلاي رجالة يقول لك في أي قاعدة ربنا يوفقها والله أنا ما عنديش مشكلة معها خالص ده قتلها أو ده بقى الراجل اللي بيقول كده ده فرم الست اللي معاه أنا بقول ده للستات أول ما يقول لك أنا ربنا يوفقها أنا عايزة والله أنا مبسوط إن هي سعيدة وتعرفي على طول إنه هو جاب أخيرة يعني قتلها من الآخر هنطلع للبابس اللي في الشارع ونرجع تاني نشوف دكتور حسام زعلام من إيه ونكمل كلامنا إن نهايات أخلاق المشكلة دي عند الراجل أو للست مين اللي بيكتب النهاية الحلوة خليكم معي هو أولاً علاقة الراجل الست ما بتنتهيش أبداً بالطلاق يعني المفروض يعني لإن هي الإنسانية أولاً اتخلت قبل الأديان حتى عندنا احنا بالدين الإسلامي قالوا لا تنسوا الفضل بينكم يعني الفضل ده اللي هو يوم حلو ساعة مرت بنا كويسة في لحظات جميلة ممكن العلاقة تكون بعد الطلاق حتى وطيدة وطيدة بمعنى إن فيه ذكرات كويسة وده الأثر الطيب اللي إحنا الدين بتاعنا حنيف أصلاً أمر به إن يكون فيه أثر طيب هم يكون فيه وداية ما بينهم حاجة كويسة لإنه بيبقى فيه أطفال فيه احترام أكيد طبعاً الحاجات زي طبعاً بتترتب لو الزوك كويس والتربية بعد الطلاق المفروض بيبقى فيه تأدير واحترام ما بينهم عشان بعد كده فيما بعد ممكن العلاقة تدوموا كده بس بس أهم حاجة يبقى الاحترام والتأدير أنا عن نفس مثلاً لو حصل ظروف خارجة وطلقت مراتي أو الكلام ده مش هوصل لمحاكم والكلام ده زي ما دخلنا بالمعروف بنخرج بالمعروف الاحترام لازم يكون رقم واحد ما بينهم لازم ما فيش حد يتدخل بأي مثلاً طريقة مش مستحبة ما بينهم إن الموضوع يتم بطريقة كويسة جداً بالذات لو فيه أطفال لو معهم أطفال يعني غزبنا عن الواجل لازم يحترمها وهي تحترمها ليه؟ عشان خطر الأطفال الصغيرة يعشان لما أصل الأطفال الصغيرة دي هتتمار مديدها حيث لما أصل أب وأم لأ ممكن الأم يتحدى على عيالها لازم أن يكون فيه شيء متبادل ما بين الاتنين وفيه احترام وفيه تأدير وفيه أن هم مثلاً يكونوا يعني متفاهمين جداً بعد الموضوع ده ويرعوا العيال ويرعوا الأولاد ويرعوا الكلام دي كل ما بينهم لأن أكيد كان فيه عشر ما بين الاتنين قبل الطلاق هي زوجة وليها كلها كل الحقوق وبعد الطلاق برضو هي زوجة وليها برضو حقوقها اللي نصى عليها الدكتور والقانون والشرع اللي ليه الدور الأكبر نحافظ على علاقة هو الزوج لأنه هو الأساس هو عمود البيت هم الاتنين بس الراجل ممكن يكون أكتر شوية لأن الست هي بتحتاج يعني إيه لإحتواء أكتر يعني بايداً عن الست الست ممكن أن هي بتربي العيال فأنا اللي أكون أنا اللي بأسأل وأنا اللي بأسرف وأنا اللي بأسرف وأنا اللي بأعمل كل ده فأكيد الراجل هو للدور الأكبر بصراحة يعني هو أكيد الأب العام الأساسي إنه هو يكون مقتدر بالاحترام وأكيد الأم برضو ليها أنها يتعرف طبعاً أولادها باحترام الأب الراجل لازم يبقى معافظة على احترامها برضك تغيبها عشان بخاطر أولادها يعني مش هقولك الزوج هو اللي عليه الموضوع الأكبر أو الزوجة لا الاتنين بالتساوي لا العبء الأكبر لازم يكون على الراجل تحسن مشاكل كتير في الراجل هو ممكن يحتوي الموضوع ولسا بكملين حلقتنا والنهايات أخلاق أنتو عارفين دايماً فيه بوست كده دايماً بيكتب يقولك إيه آخر ما زهقنا آخر ما شفنا واستحملنا وضحينا وسبنا وانفصلنا يقولك أنا إيه من الآخر كي عشان خلق إيدي أنا الشرير في رواية أحدهما أنا الشرير في رواية أحدهما ده بيكتبه اللي شافي الولو والمرار كله خلاص لكن اللي عامل فيها طيب هو الشرير يعني دايماً بلاقي الراجل الهادي اللي قاعد كده مستكن ده هو ده اللي عامل البلاوي وعلى فكرة برضو الست يعني الست القوية المستبدة النكادية بقى زي بجد كما قال الكتاب هتلاقي الراجل اللي بعد ما نفصله هو اللي عمال حزين وما بيكلش ومش عارف يشتغل وبيحكي ويعيط اللي بيحكي دايماً ده هو اللي مقهور طب والشرس اللي بيأزي وبيتخاصم وبيتخاني وبيحكي بعمل بصي أي ادعاء أي ادعاء مدته قسيرة تمام ومنتقى البساطة يعني لاي صحي على صحي في الآخر الحقيقة بتبان في الآخر ليه؟ لأنه منتقى البساطة يعني بيلاقي للأسف ناس بتدخل الأولاد طرف في الموضوع وكده بيبان في الآخر مين اللي بيحتوي مين اللي بيهتم مين اللي بيراعي حاجة مهمة جداً أن اللي بيندب ده وقاعد بيشتكي وبيعيط مع حق الفترة هنا مهمة قوي أتقبل أن أنا انفصلت أتقبل اللي حصل أعتبره من الماضي من الأول بقى دكتور أيها هي دي بقى الرشدة أو الطريقة اللي احنا عايزين نمشي عليها الخطوات الصح دلوقتي أنا انفصلت هتعامل إزاي بقى كده عشان تبقى النهايات أخلاق عشان أنا نوصل لآخر الطريق اللي مكتوب فيه النهايات أخلاق يعني ها قولي كلام جميل كده منتفقين أيها أول حاجة أنا لا أملك شيء في هذه الحياة حتى نفسي كلها نعم من ربنا ومراحل مؤقتة بنعدي بيها واختبارات مؤقتة والله نفعت المرحلة دي تكمل أهلا وسهلا ما نفعتش أرضى وتقبل وبمنتهى الاحترام أنا قررت أنفصل مع الطرف الآخر دون إساءة دون هجوم دون زعل أنا والله الوضع من نسبه لي كذا 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 ونتناقش حقدر لو حصل تغيير فلاني حقدر أكمل لو ما حصلت مش حقدر أكمل طيب اتفقنا ووصلنا أن الموضوع خلاص خلص لازم أسلم أن ده بقى ماضي وحدد وقت الحزني محدد يعني إيه أسمح لنفسي حق أسعى اليوم اثنين أسبوع شهر بالكتير بعد كده أبتدي أركز على الحاضر بتاعي ومستقبلي هيبقى إزاي إيه اللي بيوقعنا في مشكلة سواء الراجل الشري اللي التي بتتكلمي عنه إنه هم اعتبر إنها ملكه وحد يتخالق ولا هسوه ده يا شتة ومش حيخليها تتجوز تاني ويتطردها ده غلط والست اللي برضو معتبران إنه بتاعها وإزاي هيتجوز وإزاي هيروح وإزاي ساكت وإزاي يعيش فقعدة وهنا برضو قعدة بتتعف في نفسها وبتأذي في نفسها بيبقى غزبا عنها حاضر بيبقى بتحبه وقعد بقى وجهها وخلاص كبرت بيت وحلمت والحلم بتحقق والعمدانة حطت في البيت وعمل أكبر وحياتي وجوزي وجوزي ده حتة مني ما ده بتاعي يعني إيه في لحظة من اللحظات أتقبل إنه هو مع واحدة تانية عادي في لحظة من اللحظات كلنا هنمشي من الحياة عادي جدا عادي يا ستات عادي وفي لحظة من اللحظات على فكرة ويمكن ربنا فعلا وعسنا تكره شايفنا خير يمكن ربنا كتب لنا حياة أفضل أو وضع أفضل ولولا الدرس الأولاني ده ولولا الخطأ الأولاني ده ولولا المرحلة الأولانية دي ما كناش تعلمنا نختار فقدم ربنا حطينا في التجربة دي يبقى لها حكمة فنتقبل حكمة ربنا في ده ونحاول نفهم آه أنا اخترت غلط أنا اتسرعت أنا المفروض الرعي اختياراتي كذا حاجة تانية مهمة لو عممت بقى عشان أنا اتضايقت من التجربة الأولانية وموجوع قوي أو موجوع قوي وقلت كل الستات فضيعة وكل الرجالة وحشة مين اللي خسران؟ أنا لأن أنا كده حطيت ملف في عقل الباطن إن أنا قافل وبشوف بس العيوب من الأطرف الآخر فحرمت نفسي من أي فرصة جديدة طب لو أنا كمان داخل في علاقة جديدة بسرعة قبل ما تعافى أو ما حد يساعدني إن أنا تعافى وما توازنتش هخش أحط عليها أخطاء التجربة الأولانية وطبيعي إحنا كبشر فتيفي تشابه بيننا ولو بنسبة بسيط على الأقل 50% فأول ما حلقي سلوك من الشخص التاني هو أو هي عشان يبقى حدين هو أو هي لقيت سلوك من آه ده أنت زي فلانة آه ده أنت زي فلانة ولما تخش تتعافى من التجربة استنى في وقت كافي تتعافى من التجربة قدرت أتعافى الوحدي خير ما قدرتش أرجع لحد مختص يساعدني عشان أقدر أكمل طب تخطيته بتقيت في تجربة تانية ممنوع تاخد وتاخدي مشاكل وألام وقصص التجربة الأولى أحطها في التجربة التانية وحسب التانية على فطورة الأولانية لأنه مالوش زم يعني بيدفع فطورة الأولاني ليه هو مالوش زم بالزبط لأن أول ما حيسمع واحد أو واحدة بيشكروا من اللي فاتح هيخاف ويجري آه طبعا ليه مش فطورتي مش موضوعي مش حقدر أكمل طي فنعمل إيه؟ أتوازن الأول في حاجة تانية حضيك هتضيفة أتوازن الأول عشان أتخطى ده وخش بروح جديد وخش بروح جديد أنت عارف أن دي هنعمل عليها حلقة بجد والله دكتور حسام لأنها بتبوّق بتسبب الطلاق التاني التاني والتالج والرابع لأن بتفضل حياة كلها سلسلة من الانكسارات وسلسلة من المخاوف وسلسلة من الفوبيا اللي هو أنا خايفة أتجوز فيحصل كذا فيقول يعني فوبيا فوبيا لأن بالزبط اللي بتركز عليه بيزيد في حياتك يبقى احنا هنعمل حلقة إن شاء الله عن إزاي أتعافة وإزاي أتعافة بجد لا وكمان أكمل بقى إزاي يبدأ من جديد إزاي يبدأ من جديد وإزاي ما أخدش مصايب وألام وأشاكل التجربة الأولى أرميها على التجربة التانية فأبقى أنا الطرف التوكسك لو أنت داخل مش متعافي كلامك حلو قوي دكتور حسام بس لازم نختمل بشكرك جدا يا دكتور حسام وإن شاء الله يبلينا حلقات تانية في الموضوعات المهمة اللي حداك بتكلم فيها مشاهدينا خلصت حلقتنا وحلقتنا طبعا بعنوان النهايات أخلاق أنا شايفة إن أنا شايفة إن الستات اليومين دول حقيقي وأنا ستة هو بعترف مش عايزة بقى عنادي إن إحنا ما عندنا الصبر الست الصبورة اللي بتعدي تستحمل وتبقى هادية وتتقبل وشوية اخناقة أهدى وارجع تكلم بهدوء والله الصبر الصبر بيخلي حياتنا أهدى وبتعدي مشاكل كبيرة جدا ومش حالف هي عادت إزاي لما أنا صبرت وسكت لكن الند بالند والصوت العالي واروح أحكي لأمي واروح أحكي لأختي واروح أحكي لصاحبتي الأنتيم ودي تشعللني ودي تسخني ودي تجنني في الآخر أنت اللي بتتجنني وانت اللي في الآخر بتنفاصلي وتتبصي كده حياتك بعد كم سنة وإيه اللي أنا عملته ده مشان لو كنت سكت فيعني الصبر يا ستات الصبر عشان الحياة أصلا صعبة فبلاش نصعبة علينا أكتر وأكتر أشوفكم في الحلقة إن شاء الله الأخير